السلام عليكم في الفيديو عن الاكزيمة الاكزيمة منها انواع كثير هنتكلم على اثنين مهمين جدا في الفيديو اتوبك درمطايتس ودرمطايتس هي نفس معنى الاكزيمة هنعرفها الوقت في التعريف وفي الكنتكت درمطايتس اللي بتتأثر من انواعين ارتان تكنتكت درمطايتس واللرجي كونتر درمطايتس دون نعلم المهمين اللي هنتكلم عنهم في الفيديو ده وبقيت الانواع كده بس هنذكرهم اسماء ويعني في حتات كده هتوبة فيهم انيسيكين بس مش اكدر عندنا ايه هو الاكزيمة ديات الاكزيمة ديات اسمها التاني درمطايتس يعني الدرمطايتس هي هي الاكزيمة والاكزيمة هي الدرمطايتس وقال لك الاكزيمة ده اصلا مصطلح اغريقي معناه اللي هو بويلنج اوي الغلايان انيسيكال تصوص فكرا الاغريقي سبه الغلايان بالزد ايه هي الاكزيمة الاكزيمة اسمها التاني درمطايتس ايه هي اكيوت انفيلميشن من اسم درمطايتس ايتس ايه هي اكيوت انفيلميشن يجي في مساحب بفزيكل وإديمة تمام وهنشوفها الوقت في الكلينيكالبيكتش يبقى ايه هي الإجزما؟ الإجزما هي الدرماطيتس تمام؟ هتشوفني الوقت يقول أتوبك درماطيتس عادي أتوبك إجزما عادي الاتنين اسمه واحد من اسم الدرماطيتس عندنا آيتس يعني انفلاميشن يبقى ده أكيوت انفلاميشن بيجي في السكن، بيبقى مساحب بفزيكل يبقى أكيد هشوف في الكلينيكالبيكتشار اه? ويدايمة. عندنا بقى اي هي الفيزز بتاعته والكلينيكالباكتشاريز بتاعته عموما بقى يعني ده بتاعة الاي اجزيمة. تمام? مش خاصة بأتوبك مثلا ولا كونتك. ده اي اجزيمة. في مراحل بتاعته أكيوت وصاب أكيوت وكرونيك. تمام? أكيوت وصاب أكيوت وآأ كورونيك. الأكيوت اجزيمة بتبقى الكليينيكالباكتشاريز بتاعته اللي بتشوفها على عيام بتلاقي في برورايتس وشوية ايريسيما. واهم حاجة فيه الاكيوت اللي هي ايه الفيسيكوليشن زي ده تمام شايف الفيسيكولز عاملت زي في صابه يبقى عندنا هنا ده الاكيوت اكزما الاكيوت اكزما بتبقى بيرورايتس واريسيما والفيسيكوليشن في الصاب اكيوت اكزما بقى بتلاقي الفيسيكوليشن ده يبدأ يحصل لها اوزينج وتتحول ليه اسكيلز تمام ويبقى فيه برضو شوية ارسيما لسه زي الصورة دي عندنا بيتلاقيه برق يتحول ليه اللي هو السكيلز تمام بدأ اللي هو الفيسيكوليشن بدأ التربشر ويتحصل لها اوزينج ويحصل ايه ويبدأ يتكون لنا السكيلز يبقى السكيلز ده خاص بيه بالصابق كيوت فيز تب الكورونيك فيز بقى ده حاجة اسمها اللايكينيفيكيشن ايه هو اللايكينيفيكيشن ده زيادة السكين سيكنيس تمام زيادة السكين سيكنيس زي ما انتم شايفينه السرود كده السكينز بتاعها السكين بدأ يزيد ده حاجة اسمها اللايكينيفيكيشن وقدة برضو يحصل حاجة اسمها الزوروزيس ايه ؟ ده الدرايك في السكيني سيبدأ الجلد ناشف版 وبدأ السكينز بتاعها الزيد وده هي برق يبركيراتوزيس وفيه فشار لو انتم فاخدين من مالكو في فشار فيه خطوط كده تمام فيه فشارينجه مولى عندنا تلاقي فيه هناك منزل Temps ناشفمironيك في الكورونيك بتلاقي فيه تلاقي هايبر كيراتوغزز وتلاقي فشرنج و تلاقيها اسمها الزيروسيز والزيروس ده معناها الضري قفل سكن تلاقي الجلد ج Gang Nashif ده هي الفيز بتاعتنا يبقى الفيزز بتاع اي اجزمة ايه aqute Sub-Aqute Chronic ايه في الاكيوت بيحصل ايه في الاكيوت بيحصل Byrophritis تمام هارش كدا وIrysima وPhysiculation وهم حاجة أقولنا في الاكيوت يبدأ الفيزيكوليشن يحصل لها auting وتحاول ايه ده بتبقى فيين في الثالث اكيوت. تب الكورونيك بقى اللي هتبضل فترة طويلة قالك بحصل تلاقي الزيالة في السكنز بتاع السكن وهايبر كيراتوزيس وفشارينج. وممكن يحصل حاجة اسمها الزيروزز زي ما قلنا ايه الزيروزز ده ده دراي اوف اسكن بيحصل للناس الكبار في السن. تمام بيبدأ يحصل دراي اوف اسكن وفشارينج معناها ان ايه زي ما انت شايفين كده بيشقق كده يعني جلده بيشقق. تمام? اااا عندنا بعد كده ايه بقى الانواع بتاع احنا قلنا اهم نوعين فيهم هم اول اتنين دول ودول اللي احنا وايه في حاجة اسمها التالي اسمها استياتوتك او ايه كراكلي ايه! يبقى عندنا في ازيروتيك اكزيما وقلنا ازيروسيس دي معناها ايه? درايو في السكين بتلاقي جلده ناشف كده. واللي هو ولها اسمها التانية اسمها الكيراكل ايه? او استياتوتك. في سبوريك درماطيتس كمان وده اللي بعملها حاجة اسمها المالاسيزيا ولو فاكرينا هلاخدنا حاجة قبل كده اسمها البترياز فيرزي كالر اللي كان بعملها مالاسيزيا برضو كان مينها نعين مالاسيزيا فرفر ومالاسيزيا جلوبوزا لو انت فاكريت. فشل التوعير راهبنا يمكنني إطلاقا Maarys daring فشل التوعير وسعanto سابقا لماذا ات сказать هناك أشرح عن الزبيع وغير تلعي درج счار تلعيد اسم هي ปر بعكمون. كونتك درموطيتس. هونتكلم عنها. فيه بقى اثنين يعني مش مش هنتكلم عنه في المحاضر. اللي هو زولوتيك اكزما اسمها التاني الكراك ال او استياتوتك سيبوريك درموطيتس ممكن مسلا تجي اسكي يقولك ايه اللي هو اه. اللي بيجي ايه اللي بيجي ايه اللي بجي تعمل لك ايه بتملك دندرة في اشرة الشعرة تمام؟ ممكن يقولك من اللي بيعملها. ملاصتيزي. يعني الحاجات دي ممكن تجي مسكيو بس مش اكتر اياه. عندنا فعل كده بقى اللي هو اي فهي هي المشهورة قال لك حاجة اسمها الديسهايدروزيس تأتي ما بين البيزيكال ما بين الصيدز بتاع الفينجر والصيدز بتاع الفوت الفينجر يعني تأتي في اصابع اليد و اصابع الرجلين ما بين الاصابع كده وتلاقي فيه وتبقى مصاحبة اكتر مثل ما مكتوب كده اللي هو بتبقى صاحبة مع مين مع التنيا بيديس عشان كده لو لقيت فيه فيسكلز بتاع الفينجر لازم ابص على صوابع رجلية اشوف عنده التنيا بيديس ولا لا تمام يبقى لازم ابص على الفوت بتاعه وشوف عنده التنيا بيديس ولا ما عندهوش ده مين ده اللي عنده ديسهايدروزيس في بعد كده في اشيغة اسمها الديسكويد اكزيما ودي ممكن تجي ام سيكيول اللي هو بتبقى الوحيدة في الاكزيما اللي بتبقى تمام? يبقى المين اللي بيبقى هي الوحيدة هي في حاجة اسمها او لها اسم اسمها او لانها بتيجي في عندنا بيبقى في زيادة في اللي هو فبيعمل عشان كده اسمها او اللي هي دي في حاجة اسمها النورو درماطايتس ده بتبقى بيعملها حاجة اسمها الايكين سيمبل اكس او كرونيكاس وفي حاجة اسمها الاوتو اكزاماتايزايشن ودول بس اسماء يعني دول اسماء وما فيش بس اللا دي ممكن تجي امي سيكيو اللي انا عامل عليها دواير دي دول التناث هات اللي ممكن يجي امي سيكيو بس يعني عندنا هنا نولي التقسيم بسرعة ثانية كده عندنا في الطيبس في قامون وفي اه القامون منهم اتنين هنشرحهم والباقي مش مهمين او اول اتنين دول مهمين اتوبك اتوبك درماطايتس وكونتك درماطايتس وفي حاجة اسمها زيروتك اكزما قلنا لها اسماء التانية ايه كراكيلي او استاتوتوك وفي سيبوريك درماطايتس وده اللي بعملها المالاسيزيا وبتبقى مصاحبة بيه الدندراف اللي هو اشرة ايه الرأس عندنا بعد كده سيمبلس قامون فيه والديس هايدروزا والديس هايدروز ايه انها رمك ت qualific اليوم المالم تبدأ لك المصاحبة ليه الدينيابايدس عندنا في مرة جيدة A. واسsqugos هي الوحيدة للي بتبقى دي ايدج عندنا فيه ما فيه them based. اللي بتكي في اللغةلمبة بعشان كده اسمها اممكن اسمها التاني فاريكوز او اللي استيز اجزيما عندنا بعد كده في النيورو درماتايتس ودي النيورو درماتايتس ديت اللي هي حاجة سبتمنى لحي اسمها اللي هي حاجة داخلية في الجسم يعني حاجة جوى جسمك يبقى دة نعم؟ اللي هي الاتوبك اكسما وهنتكلم عن واحدة اكسوجنوس اللي احنا هنتكلم عنها اللي هي كنتكت درماطيتس ومعنى اكسوجنوس يعني حاجة خارجية اللي بتعملها هنشوف هنشوف فبقى عنده مسلا شخص عنده حساسية مسلا اللي هو النيكل او اي حاجات خارجية مسلا شب شب لبس شب سب مسلا وعلم في رجله في اللي عنده حاسية منه وممكن يكون السبستانس ده هي يعني هي اي حد هنتعرض لها تعمله كده تمام هتعمل له اكزيما زي البطاس مسلا او غير يبقى عندنا في اندوجنس وفي اكسوجنس اشهر واحد اندوجنس هو الاكزيما ده اللي هنتكلم عنه طب من الاكسوجنس اللي هنتكلم عنه هو الكونتكت درماطايتس وده اشهر واحد مسلا بيجي عشان بيجي من حاجات خارجية ممكن على فكرة اندل البحر اللي احنا بنشوفه في اللي هو بعض الشواطئ ده ممكن برضو ده ده كونتكت درماطايتس اللي هو البطاس الحاجات اللي هم يستخدمه الصابون وكده عندنا فيه مية النار اي حد عايز يموت واحد مسلا ممكن يرمع له مية النار كل ده حاجات خارجية تمام يعني مش جوه جسم الانسان ده اسمه كونتك درماطايتس عندنا نتكلم عن الأتوبك إكزيمة ويحنا قلنا الإكزيمة هي إيه؟ هي الدرمطايتس قال لك ده الدرمطايتس اللي بييجي في الشخص اللي بيبقى معاه أتوبة تمام يبقى ده الدرمطايتس اللي بييجي في الشخص للأشخاص اللي ب Kä 쓰고 معاه أتوبة حتى كده اسمه أتوبك درمطايتس طب إيه هو الأتوبة ده؟ تمام الأتوبة ده قال لك ده بيبقى يعني Unbelievable يعني بيه؟ بيتورس بيبقى Genetic Immune Dysfunction تمام؟ يبقى هو القاتوبي ده جينيتيك إميون ديس فانكشن بيبدأ ييجل الشخص تمام؟ بيبدأ ييجل الشخص بيبدأ عنده بـ أتوبك درماتيتس تمام؟ بعد كده يبدأ يجيل وبعد شوية يخش فيه اللي هو أليرجيك إذ؟ أزمة شوية ويكبر شوية ويخش في إذ؟ في كونجاكتفيتس شوية ويخش فين؟ في رينايتس تمام؟ يبقى ده مراحل كده القاتوبي ده بيبقى مراحل بيبدأ الشخص ده هو أصلا بادئ بجينيتيك هو ده جينيتيك يعني المناعة بتاعته أقلب بس حاجة جينيتيك ده حاجة ورصية فاميليال حتى هنشوفه في الإبديوانيش الوقت هو فاميليال يبقى هو إيه بيبدأ بيه اللي هو أتوبك درماطيتس بعد كده بعد شوية يخش فيه اللي هو أليرجيك أزمة شوية ويخش في كونجكتفايتس شوية ويخش في راينيس يبقى هي إيه مراحل سلسلة كده ده اسمها أتوبي يبقى عندنا احنا قلنا الأتوبك إكزيما هو الدرماطيتس اللي في الشخص اللي بيبقى عنده إيه يبقى عنده أتوبي وعادة بيتيجي في الإنفانسي وبعد كده بيه اللي هو البروريتك دهوت نعم على إيه تحته سطر ده البروريتس دهوت بيختلف على حسب المراحل العمرية تمام يعني ممكن ييجي في اللي هو الـ تلاقيه بيجي في الوش في اللي هو الأدل تلاقيه بيجي في الفليكسورز تمام يبقى عندنا بايه بيختلف على حسب المراحل العمرية تمام ده حتة مهمة بل يبقى عندنا الأتوبك نعرف فينا إيه في الدفنيشن ده الأتوبك إكزيما هو ده درماطيتس احنا قلنا الإكزيما هي درماطيتس بس بتبقى مصاحبة مع مين مع الشخص اللي هو الأتوبي إيه هو الأتوبي قالك ده شوية ده سلسلة كده بتبدأ الشخص وهو صغير يجيله أتوبك درماطيتس بعد شوية يخش في في اللي هو اللي هو الألرجيك أزمة شوية ويدخل في كونجاكتفايتس بعد شوية يخش لقيه دخل في راينايتس تمام فهي سلسلة كده ده اسمها الأتوبي وإحنا قلنا ده بتبقى فاميليال تمام فاميليال يعني جينيتيك جينيتيك بيتورص عندنا قلنا إنه هو بيبدأ ببروريتك في الإنفانسي تلاقي بيبدأ ببروريتك وبيختلف على حسب المراحل الإيه العمري اللي بدوميلج بتاعته وقال لك حوالي من خمسة لعشرة في المية بتبقى موجودة في اللي هو الناس عمل وحصائيها في أوروبا لو حوالي بوغضة حوالي من خمسة لعشرة في المية من السكان عندنا بعد كده ده احنا قلنا هو أصلا الديزيز ده فاميليال تمام بيبقى جينيتيك وبيبقى معه أبارينت بوليجينيك إنهيريتانس تمام يبقى عندنا ده فاميليال ويز أبارينت بوليجينيك إنهيريتانس نجي بعد كده ايه هو الباسوجينيسيس بتاعته قال لك الباسوجينيسيس فيه انترينسيك أتوبك درماطيتس وفيه اكس ترينسيك يبقى فيه اكس ترينسيك وفيه انترينسيك الاكس ترينسيك ده بيبقى تمانين في المية أما الانترينسيك بيبقى حوالي عشرين في المية ده البقى تمام عندنا بعد كده في الايكسترانزيك بيبقى فيه زيادة في الآيج اي وزيادة الآيج اي ده يعني circumstance interact with physical reaction يبقى عندنا calculated Unbelievable ذلك هي نحن معها عندما تبقى ده در اي امينولوجك امينولوجك اه مفيش اي تشينجز هنا فيه المناعة تمام? فش اي طاورات. هنا بيبقى الخلايا تي سيلز اللي هي الدوميننت هنا بتبقى سي دي فور. اما هنا سي دي ايت. تمام? يبقى حطهم في مقرنا كده عشان ما تتنساش. عندنا في الباصو و جينيك فيه اكس ترينسك وفيه انترينسك. في اكس ترينسك وفيه انترينسك. الاخ سترينسك بتبقى حوالي طمانتشر تمانين في المية. الانترينسك بتبقى حوالي 20 في المية تبين 요لي بيبقى مصاحب باي جي اي زيادة قاللك الاكسrotrinciق ige e يبقى اكسيترينسي تمام علمها كده يبقى اي جي اي 레�ى هو اي جي اي بيبقى مصاحب مع زيادة فان مع اللي هو الاكسلات رم poser وده بيوبقى type one hyber sensitivia reaction هنا ما فيش اي اي امنولوجي اي امنولوجي مع الانترينسيك عندنا هنا الخلال برودومينات تات تي سيلز هي في الاكسترينسيك سي دي فور ام في الانترينسيك بتبقى سي دي ايت تمام خشوا على كده على الكلينيكال فيتشارز بتاعت الااتوبيك درماطيتس عندنا قال لك عشان تشخص ااتوبيك درماطيتس وتأكد ان ده الكريتيريا فعلا لازم يكون عندك تلاتة ميجور وتلاتة ماينور تلات خصائص ميجور وتلات خصائص ما شفنا الكريتيريا ده قبل كده انه هو يقول لك تلاتة وتلاتة ده شفناها قبل كده مع الريوماتيك فيفر لانتو فاكرين كان قال لك برضو هنا لازم تشوف تلاتة ماينور مع تلاتة ميجور كده برضو عندنا اللي هو عشان تشخص انه ده توابك درماطيتس لازم تجيب تلاتة ماينور من الاربع اللي هنقولهم الوقتي وعندنا حوالي يكون 12 ميمور لازم ترجعهم منهم تلاتة شفن برضو عندنا اول حاجة في الميجور هي تمام ما حق four الورايها الشهن وانه هو عندنا فيه اللي هو أنها fellow care var detgood. قال لك تbyeial t extrановical Parliament it qui difficulty dermat ot students with this profit تلاقاها في الادلوسينت بيجي في ان في الفليكسورز نسألها فوق يبقى عندنا هنا تيبيكال درماطيتس يبقى أول حاجة بالورايتس وبعد كده تيبيكال درماطيتس وفيه بوزطيف فاميلي هستوري للأتوبي تلاقي عنده فيه فعلا ناس في العيلة عندها أتوبي تمام يعني مورسة لأننا احنا قلنا دي جينيتك فاميليا يعني وفيه كورونيك ريكارانتو كورس بتلاقي فيه ريكارانتو كورس بتلاقي الكورس بتاعه يعني خلاص بيخف ويرجع تاني ويوغدا معاه فترة طولة من العمر يبقى عندنا فيه 4 ميجر أول واحدة فيها البرورايتس بي مع بوزطيف فاميلي هستوري بي برضو هيت يبقى اتنين بي برورايتس وبوزطيف فاميلي هستوري للأتوبي تمام تلاقي عنده بوزطيف فاميلي هستوري ناس من عيلته عندها أتوبي واللي هو تيبيكال درماطيتس قلنا يعني يبقى ماسك على حسب المراحل العمرية يعني تلاقي في الاتشيلدرين بيجي في الفيس بس وممكن بعد كده يمتد ويروح للسكالب بعد كده ممكن يروح للإكستنسورز أما الفليكسورز بتبقى في الأدولوسينت يعني ممكن يروح للفليكسورز في الأدولوسينت وهنشوف لها سور الوقت عندنا بعد كده بقى اللي هو الكورونيك ركارانتو كورس بتلاقي الكورس بتاعه بيبدأ يتكرر يعني يروح ويرجع تاني تمام ويبقى معاه الفترة طولة من العمر تمام الماينور بقى الماينور مشاه الله شوفها تصف القديم عندنا بعد كده испور أول حاجة في الماينور هي الزرود Scriptures مرحل تلاقي جلده ناشف تمام يبقى اسر يبقى صباح جلد السمك يبقى عندنا المراحل ممكن تلاقي عنده hyperlinearity of balms تلاقي البالمز بتاعته فيها يعني ايه زيادة في اللينيار اللي فيها دي الخطوط اللي فيها دي تلاقي hyperlinearity عندنا بعد كده بتلاقي فيه dermatitis في البالم والسول اللي هي اسمها juvenile plantar dermatitis أو dermatosis يبقى عندنا فيه بتلاقي فيه dermatitis في البالم والسول ممكن تلاقي double fold of lower lid بتلاقي اللور لد بتاعه كده بيبقى فيه double fold ودية مميزة ممكن ممكن ايما سيكيو اللي هي حاجة اسمها dany morgan fold يبقى عندنا فيه حاجة اسمها dany morgan fold ده هو double fold بيجي فين في اللور لد تمام في الجيفن السوفلي بتلاقي في double fold كده اللي هو اسمها dany dany morgan fold عندنا بعد كده فيه اللي هو النيبل dermatitis تمام تلاقي فيه درماطيتس كده حوالين النبل عندنا فيه اللي هو الكلايتس الكلايتس ديت عندنا دي بيبقى فيه التهاب في الشفة كده هل تلاقي الشفايف كده فيه التهاب تمام اللي هو الكلايتس يبقى الكلايتس ده ايه ده التهاب كده بيجي فين فيه اللي هو الشفة عندنا بعد كده فيه اللي احنا قلنا فوق فيه زيادة في الاي جي اي تمام عندنا اتنين زيادة زيادة في الاي جي اي وفيه زيادة في البلرايتس مع مين اللي هو السويتنگ يعني ساعة مياهية يعراك كده تلاقيه الحرش بتاعه ايه؟ زأت يبنى عندنا فيه زيادة في ال, ids, ودا وإننا فوق اصلا وعندنا laws في البورييتس مع السويتنگ salute pleasure تلاقي فيه عنده skin infections زي اللي هو الكم اللي تلاي Hilur simpilex virus والهيربس بابلوم وفيروس عندنا دي السكين ايه? فيه البتريز القلبة المترجم القلبة ديت لو فاكرين قلنا قبل كدا حاسمها البتريز فرس كالر عندما قلنا البتريز معناها سكيلز يبقى عندنا البتريز معناها سكيلز والقلبة معناها ويتش يبقى عندنا ده ويتش باتش بتيجي في السكين ومصحهها بالسكيلز مع نكس الأماكن اللي بتجي فيها في الفيز بيري أوربيتال هايبر بيجمينتيشن بتلاقي كده هايبر بيجمينتيشن حوالين الأوربيت فيه فيشيال بيلنس تمام تلاقي جسمه كده مبيض شوية كده فيشيال بيلنس وإيه إرسيمة فيه فود أليرجي لو كان شوية أكل كده معين فيه أكل معين كان عنده منه أليرجي فيه اللي هو الويت درماتو جرافيزم وعندنا بقى شوية حاجات خاصة كده بالعين اللي هو كونجاكتوفايتس كراتوكونوس عنده مثلا كاتركت عنده مثلا نقص في اللي هو أو أبسنت أصلا فيه الكورنيا الريفليكس أو الجاج ريفليكس تمام يبقى كل ده حاجات ماينور تمام بس شفت منهم من كل دول شفت منهم تلاتة مع تلاتة من الأربعة دول تقدر تشخص إنه هو ده إيه إنسان عنده أتوبك درماتويتس نقولهم تاني كده سريعا عندنا في اللي هو الكنيليكا الفيتشارز وقالنا نشوف تلاتة ميجور مع تلاتة ماينور ايه هو الميجور فيتشارز قالك فيه بيرورايتس تمام واللي قلنا اتنين بي وفيه بوزتف فاميلي هستوري للأتوبي تمام واللي هو التوبكال اللي هو التوبكال درماتايتس وقلنا بدي اللي ليه لأنه بتبقى مسكة على حسب المراحل العمرية يعني في الشيلدرين تلاقيها ايه تلاقيها بتجي في الفيس أما في الأدول سين تلاقيها في 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 الليكسورز تمام عندنا بعد كده في اللي هو الكورونيك ركارانت كورس تاب الميجور بقى قالك في زيروزيس في اللي هو دريسكن في الاكسيوزي السماكية في البالمس درماتايتس في البالمس والسول عندنا بقى حتة ممكن تجي مسيكيو مسلا لنم ويزعانهم اللي يضب الفولد لللور ليد اللي اسمها ايه اللي ممكن يجي مش هو ده تمام الاسم ده اللي هو الدني مورجان ايه فولد عندنا في النبل درماتايتس في الكلايتس فيه ديزيز فليرز ويز اموشنال تشينجز قلنا فيه النبل يعني في تلاقي فيه درماتايتس وفيه اللي هو الكلايتس قلنا بيجي في الشفا وعندنا فيه اتنين زيادة اللي هم زيادة اللي هو السيروم اي جي اي وزيادة البرورايتس مع السويت السويتنج عندنا بعد كده فيه الاسكين انفكشن وفيه مصاحبة به البتريز قلبا او اللي هو البري اوربيتال هايبر بيجمينتيشن عندنا فيه بقى اللي هو الفاشيال بالنس مع الاريسيما والفود عندنا بعد كده فيه اللي هو الويت درماتو جرافيزم وفيه شوية حاجات خاصة بالعين كده اللي هو زي كاتاراكتس وعندنا فيه نقص او غياب اللي هو الكورنيا الريفليكس او الجاج ريفليكس كل ده حاجات مي تمام عندنا بعد كده عودشة بعد كده ده في الطفل او بيجي في الفيس اهوات تمام وده في الاكستنزور ده اكستنزور اكستنزور ده في القضل تمام عندنا شوف كل ده ايه كل ده اكزما كل ده ااتوبك ااتوبك اكزما عندنا فيه شوية سندروم بتبقى مصاحبة مع اللي هو الايه الااتوبك درماتيتس ايه هم عندنا اتنين هم كتير بس اهم حاجة عندنا لاتنين دول يبقى عندنا فيه سندروم حاجة اسمها الويسكوت الدرش سندروم وده بيبقى مميز بانه عنده نقص فيه المناعة وعنده اللي هو سرومبوسايتوبينيا والسرومبوسايتوبينيا ده اللي هي البربرا وعنده برولونج بليدنج تمام ومصاحب به اللي هو زيارة الاي جي اي والاي جي اي الاتنين كمان عندنا ايه هو الويسكوتس الدرش سندروم ده قالك ده بييجي مع الااتوبك درماتيتس بتلاقي عنده ااتوبك درماتيتس وفيه نقص في المناعة واللي هو السرومبوسايتوبينيا بيربرا وبرولونج بليدنج طايم وزيادة فين في الاي جي اي والاي جي اي الاتنين عندنا بعد كده في حاجة اسمها نيسيرتون سندروم والنيسيرتون سندروم ده بتلاقي واحد عنده ااتوبك درماتيتس مع النيسيرتون سندروم اللي بتلاقي فيه خصائص عنده كده بتلاقي عنده سمكية مثلا اكسيوزيس وتلاقي عنده البامبو هير تمام ده مين ده نيسيرتون سندروم عندنا فيه اتنين سندروم مهمين بيجوا مع الااتوبك درماتيتس تمام اول واحد عندنا هو الويسكوت والدريش سندروم والتاني هو النيسيرتون السندروم الويسكوت ال125 اللي بتشوفها عنده نقص في المناعة عنده كمان سرومبوسايتوبينيا تمام واللي هو سرومبوسايتوبينيا ده بتلاقي عنده بيربرا واللي هو برولونجة بليدنج تايم عنده زيادة بقى في الاي جي اي والاي جي اي تاب النسيرتون سندروم النسيرتون سندروم ده بيبقى عنده اتوبك درماطيات اسمه صحب بلايكس يوزيس ده عنده اكس يوزيس سماكية وعنده البامبو هيرز امام? ااا عندنا بتلاقي البامبو هيرز ده يعني ايه اللي هو اسمه الشعر الخيزراني بتلاقي كده فرجايل وفي عقلة كده في الاخر كده. يبقى عندنا بعد كده ايه الضيق? من قلت عايزين نشخص الايجزيما. قالك في شوية روتين وفيه اسبيشيال انفيستيجيشن. ايه هي الروتين? قالك احنا لسه قيلين فوق ان الدرماطيتس في حاجة اسمه تيبكال درماطيتس بتيجي في مراحل عمرية تمام? زي ما قلنا بتجي في الاتشيلدرين في الفيس وبتيجي في الادوليس انت فين في في الفيليكسورز تمام? فدي اسمها تيبكال. فهو قال لك اول حاجة هنشوف اللي بتختلف فين على حسب السن. بده اول حاجة هنشوف اللي بتحصل على حسب المراحل العمرية دي تمام? اه تاني حاجة نشوف عنده الفاميلوهيستوري. احنا قلنا دي بتتورس تمام? يبقى نشوف الفاميلوهيستوري. الاليرجي. تمام? الفاميلوهيستوري. اه نشوف الاي جي اي. احنا يساقلين فوق ان الاي جي اي بتزيد. احنا نشوف الاي جي اي عالية ولا لأ? نعمله سي بي سي هتلاقي عنده زينوفيلية. تمام? يبقى لو عملنا له سي بي سي هنلاقي عنده زينوفيلية. واحنا يساقلين فوق شوية خصائص في الاي. بيحصل له كاتر اكتو بيحصل له اه اللي هو نقص في الكورنيا الرفليكسي وكراتو كونس. فلازم نعمله اي اكزامينيشن. تمام? يبقى عندنا ده شوية روتينات هتجيبها من فوق من اللي هي الخاصة اللي هي السئلنا فوق. احنا قلنا عنده typical dermatitis. وبقى لازم اشوف التي بتختلف اللي بتختلف على حسن مراحل العمرية. تمام? قلنا عنده family history. بزط family history وفوق لنا في bernardه. اللي هي كانت الماجر. واحدة من الماجر. قلنا عنده بزط family history الاتوي. تمام? فلازم انا اشوف. آآ قلنا فوق عنده food allergy. لازم اشوف اللي عنده. تمام? ممكن يكون عنده حسية من حاجة. تمام? لازم انا اشوف عنده كمان اللي هو الليفل بتاع l-i-g-i إحنا عقلين فوق ان الليفل بتاع l-i-g-i بقى زايد لازم نشوفه برضو عمل له c-b-c بيكون عنده زينوفيا تماما عمل اه اكتريتت وجانه وهن drew Bob시� entran OH یود فوق عنده تتريكت تيفيره وو وهن عنده ناقص في وغيره عنده كونتكتبايتس كما يبقى لازم اعمله ايو اي Ai اجزامن دعونا يعن对 ا pHs Paket اه الا kit that is brought across bili 본 form on providing a scan وهنا قمنا بح lead on a allergy نجد ايضا نقوم بحجز منه الموقع الأساس ويقوم بحجزة الاجتماعية سنؤكله أيضا بحجزة والإيجي إي لنجد ايضا لإيجي إيه نجد ايبي شيء صحيح يجب أن اعطيه شيئا ليس مختصر ونجد عامل الآثي نجد ايضا نقوم بحجزة الاتوبي باتش تيستيج الذي نجد ايبا الاتوبي باتش تيستيج لا شاية لدينا في الدياغنوزز في حاجة روتين وحاجة خاصة بها ايه الروتين؟ ان الروتين هكله هنجيبه منين من الفيتشار زيانا حاجات يعني انت هتقدر تستنتجها اللي هو هتعمله typical skin changes على حسن المراحل اللي عملات تشوفها تشوف عنده family history واللي هو عنده allergy history تشوف عنده زيادة في اللي هو الاي جي اي تشوف الاي جي اي ليفل بتاعه وتعمله سي بي سي هتلاعنده زينوفيليا وتعمله اي examination تمام؟ عندنا بعد كده في special اللي هو حاجة اسمها break testing اللي هو common food and inhalant allergens عندنا تعمله كمان حاجة بالصفق بال IGA determination وفي الاتوبي batch testing طبعا عايزين نعالج بقى اللي هو الاتوبيك درماتيتس الاتوبيك درماتيتس عشان نعالجه اول حاجة نديله في ناسمه topical and systemic التوبكال ده بيبقى هنديله emollient اللي هو مرتبات عشان ايه نزبط له اللي هو skin barrier كان عنده skin barrier وتضمر عشان نعمله repair نديله ايه? emollient نديله anti-inflammatory agent زي مين؟ زي immunomodulators والكورتيكو ستريد والكورتيكو ستريد و اللي هو الهو الكلسين نيرين والتنك اسد هنديله anti-inflammatory agent زي اللي هو للأمينو مديولاتي واللكلسينيورين huge스 وبالتنك scav بخصوصك المعرجم الى الأستخاذ إيضا وملتك لديه الإسعالية ادوية توبكال والوقت ده السيستيميك اللي هو الانتيهيستامين والانتيبيوتك والسايكلوس بورين والانساتوريت فاتئس عندنا في الفوتوسيرابي تمام? وعندنا بعد كده في شوية ميجرز بقى اقول له بقى بعد عن اللي هو ابعد عن اللي هو انت تخسل ايدك كتير تمام? ابعد بقى عن البوليونز وعن الهاوس داست ميت واللي هو الملابس اللي هي بتبقى الصوف اللي هي الول يعني ايه هدله شوية نصايح كده تمام? يبقى عندنا ده اللي هو الميجرز يبقى عندنا اهم حاجة في العلاج في توبيكل هنقسمه لتوبكال وسيستيميك وفوتوسيراب التوبكال زي هدله مرتبات عجل انت يزبط له الاسكين باريار هدله انتي انفلاماتوري ايجنت زي ايه اللي هو الكورتيكوسترويد كالسينيوني انهيبتر والترز والتنك والعمينوميديوليترز وعندنا بعد كده هدله انتي سيبتك فيه سيستيميك تريتمنت اللي هو الانتيهيستامين عشان البرورايتس والإتشنج عندنا اللي هو الانتيبيوتيك عشان الفيلير عندنا هدله سايكلو سبورين عشان كاميونه ايه كاميونه عندنا اللي هو الانساتوريوتيتفاتي اسد وقلنا الفوتوسيرابي وشوية ميجرز وبدأ انصحه بقى انصح المريض بتاعي اقول له ما تلبس ما تلبسش هدوم صوف ما تغسلش ايدك كتير ما تتعرضش ليه اللي هو البولينزيم يعني ايه حاول ان انت تبايد عن اللي هو الميتس تمام اللي بتبقى في الهوس يعني ايه شوية نصايح كده ده اللي هو الجنرال ميجرز ده كان الاتوبي او الاتوبك درماطيتس وهي كان عنوان مهم وفيه عنوان تاني مهم الوقت هنتكلم عنه وده اكسوجنس احنا اللي بنتكلم عنه من سالة ده كان ايه اندوجنس ااتوبك درماطيتس اندوجنس ااتوبك درماطيتس الوقت هنتكلم عن الاكسوجنس بقى حاجة خارجية تمام يعني اللي فوق ده كان حاجة داخلية جوه جسم الانسان يعني حاجة من المناعة بتاعته تمام اما ده حاجة من بره بقى تمام مدار درماطايتس جاء عن طريق حاجة خارجية خارج جسم الإنسان سواء بقى اتعرض لنيكل مثلا لبس خاتم من النيكل اللي علم مكانه لبس شب شب مثلا عنده حسية من الشب شب مثلا جوينتيات جرافز عنده حسية منها فهو ده حاجات خارجية تمام؟ زي ما قلنا أنديل البطاس ميت النار كل ده حاجات ايه؟ خارجية اكسوجنوس اللي احنا قلنا فوق ان هو بيتقسم لحاجتين فيه أليرجيك وفيه إيريتنت تمام؟ الإيريتنت ده سببها الصبستانس تمام؟ سببها ايه؟ يعني السبب فيها هي الصبستانس سواء كانبوتوس يعني اي حد سيتعرض لي laws هيبقى ايه؟ هيبقي له؟ كونتاكت درماتيتس اما الاليرجي كونتاكت درماتيتس ده مش سببها الصبستانس ده سببها الشخص نفسه الشخص نفسه هو اللي مناعته ضعيفة تمام؟ فالشخص نفسه هو اللي عنده psychological sensitivity مثلا للحاجات دي تمام؟ يبقى الصبستانس دهblo والشخص هو اللي عنده worm sensitivity هو الالرّجك كونتك دِرم Pekiتس اما جمjskilos دا دا اي حد هيتعرض لها تعمل له كده يعني له مية النار يعني مش مسلا واحد هرمع له مية النار مش هيحصل له شيء واحد تاني هرم عليه مية النار هيأه ايه هيتحرق لأ هما مية النار اي حد هتترومع عليه عندها حد هيتحرق فدأ اسمها ايه دي اسمها اريتانك كونتك درم auch اما الالرّجك الالرّجك دا الشخص دا الشخص دا الوحيد اللي عنده حساسية منها ممكن تلاقي في شخص واحد عنده الاثنين يبقى ممكن تلاقي شخص واحد عنده الاثنين عنده الاليرجيك وعنده الاريتنت الاليرجيك هو كونتك درماطيتس مهمة ممكن تجي إميسيكيون ده تاي فور احنا كنا وغدين الهايبر ستيفت راكشن في المايكرو عندنا كان تاي بان وثو وثري وفور قالك فيه ده تاي فور تاي فور ديليد هايبر ستيفت راكشن وقلنا ده الاريتنت يبقى عندنا فيه الاليرجيك كونتك درماطيتس ده تاي فور وطايف فور هايبر ستيفت راكشن وقلنا ده الاريتنت مع المجاهرات والكلام ده والنيكل يبقى عندنا فيه اللي هو ايه؟ ده خاصة اشهر حاجة فيها هي النيكل تمام؟ النيكل ده اشهر حاجة يعمل كونتك درماطيتس نشوف صور الوقتي زي ده مثلا ده واحد اللي بيششب شو فور ها له ايه؟ كونتك درماطيتس ده يأتي الذرار بتاع البنطلوم من ورا فيه اللي هو Spider Hepat Ah Vo Fit أعمله وتأتي لشوف وده برضو 변ش wal ًا خاصة يعمله وده هو اللي بس كونت ولست تردخل Kaiser وده الإمام يبقى عندنا lite كماkal ستعلم لحاجتين فيه allergic contact dermatitis وفيه irritant contact dermatitis الالرجic ده قلنا خاصة بالشخص نفسه الشخص هو اللي عنده hybrid sensitivity للحاجة ده اما الـ irritant ده سببها substance نفسها اي حد هيتعرض ليه هتعمل له كده هتعمل له contact dermatitis وقلنا ان الالرجic contact dermatitis حتى ممكن تجي اميسكيين هو type 4 hyper sensitivity action وقلنا اشهر contact allergic هو مين هو النيكل نجي بعد كده لباسوجينيسيز عندنا بعد كده الانتجين بريزينيسيز اول حاجة بتبدأ بالSynthicization phase ده عند التعرض الاول للالرجي ده قالك ده حاجة اسمه Dه في الاول خالص تبدأ تجي حاجة اسمها Langer hand cells لو انتوا فكتين Langer hand cells ده في اول محاضرة قلناه هي Antigen presenting cells الخاصة بالسكن تمام؟ يبقى عندنا مين هي Langer hand cells تابعها تاخد اللالرجي ده هو وتعرضه على السطح بتاعها عشان تجي تتعرف عليه مين التي سيلز. تمام? يبقى بداية كده. حاجة اسمها في او تعرض الاول. تمام? عند التعرض الاول حاجة اسمها اللي بيحصل تيجي الخلايا الخلايا اللي هي تاخد الالرجين ده وتعرضه على السطح بتاعها. عشان تيجي تتعرف عليه. تمام? بعد كده في اللي هو تمام? يعني خلاص التاني بقى بعد كده. تبدأ من اللي تهاجمه بقى? تبدأ اللي هي الخلايا اللي هي اللي كانت متعرفة على قبل كده هي اللي تبدأ تتنشط. اول حاجة تتنشط. بعد كده تبدأ تيه تجمع الخلايا المناعية. ودي حاجة اسمها يبقى عندنا في اتنين فيز. في اللي هو ده عند التعرض الاول. وفي اللي هو ده بتبقى عند تمام? يعني عند التعرض التاني. مين اللي بيهاجمه في التعرض الاول تبدأ تاخده وتعرض عصتها بتاعها عشان تتعرف مين تتعرف عليه اللي هو التعرض التاني. الخلايا التي سيلز اللي اتعرفت علي قبل كده بتبقى عندها خلايا خلايا زاكرة. لو انتوا فاكرين ميميرو سيلز تمام بيبقى عندها خلايا ايه? خلايا خلايا زاكرة. اللي هي عندنا السنسيطايز السنسيطايز. تبدأ هي اللي تتنشط وتهاجمه وتجمع وتعمل ايه? كوتونوس انفلاميشن تمام? وتعمل كوتونوس انفلاميشن. ده حاجة اسمها الاندوكشن فيز. تمام? عندنا الرياكشن ده هو كينيكا الرياكشن ده بيبدأ يظهر يعني عند من 24 ل 72 ساعة بعد الانتجين اكسبوشر تمام? يعني لما حصل انتجين اكسبوشر فوق قالك بتبدأ ان هو الكينيكا الرياكشن ده ما بيحصلش على بعد ال 24 ل 72 ساعة تمام? بعد من يوم لحوالي 3 ايام. عندنا بقى في الاريتانت في اللي هو الاريتانت كونتاك درماتايتس السايتوكاينز عندنا فيه السايتوكاينز هي اللي بتبدأ تطلع من خلايا الكراتينوسايت سواء كانت استيموليتد أو دامجي تمام يبقى عندنا فيه اللي هو الاريتانتو كونتاك درماطايتس السايتوكاينز هي اللي بتبدأ تطلع مباشرة منين من الكراتينوسايتس يبقى عندنا باختصار كده ايه هو الباسو جينيسيز بتاع الكونتاك درماطايتس قالك فيه حاجة اسمها السنستائزيشان فيز وده عند التعرض الاول بتبدأ خلايا لانجرهان سيلز تبدأ تعرض لنا اللي هو الالرجين ده على السطح بتاعها فعشان نتعرف عليه مين اللي هي خلايا التي سيلز تفيه اللي هو الري اكس بوشر على خلايا تي سيلز اللي عندها اصلا خلايا زاكرة بقى بدأت تحمل خلايا زاكرة عندها عن اللي هو آآ عن الدرماطيتس ده فهي اللي بتدأ تهاجمه بعد كده لو حصل ري اكس بوشر تمام وي بتعمل كوتونوس انفلاميشن وده حاجة اسمها الاندكشن فيز قلنا الكلينيكال آآ ده ما بيحصلش بقى اللي بقى عند من اربعة وعشرين اتنين وسبعين ساعة بعد ايه اللي هو الانتجين اكس بوش اما في الاريتان تو كونتاك درماطيتس سايتوكنز بتبدأ تطلع منين تبدأ تصلا ريليز من اللي هو الكراتينوسايتس اللي هي الداميج او الاستموليت زماني عندنا دية الامسية او الصور اللي انا قلت لكو عليها قالك ده سرارة هوت سرار من وراء بيبقى فيه حتة كده بيبقى هي هي اللي هي اللي بتعملوا الكونتاك درماطيتس ده ده شوف يعني حاسا من الشبشبقة هوت ده عنده تمام ده بيبقى عنده يعني مش اي حد هيلبس شبشبقة هيحصل له كده تمام اه عندنا ده ان هو من عندنا ده برضو من وده هو ده جلافز تمام مش اي حد هيلبس الجلافز يبقى ده هذا اليرجيك يعني مش اي احد يلبس الجلابز و احد يلبس شبشي و احد مثلا يلبس منطلوم بزران من وراء يحصل له كده فده اليرجيك اما الاريتانت مثلا عندنا مثلا الوطر مثلا اللي بيخسل اطباق الومن اللي مثلا تدخل مطبخ و تخسل اطباق كتير ده ممكن يحصل لها كونتكت درماتايتس عندنا ممكن يجي من الاسم كلينارس ممكن يجي من اللي هو الاندستريال كلينينج ايجنت و اشهر حاجة منتجي من سكيل اللي هو الاندسترونج اسيد زي اندالكالين اللي هو البطاس و كده و مخلافه عندنا بعد كده في الويلز و الورجانيك سولفانت وفيه اللي هو العوامل المؤكسدة و العوامل المختزلة و عندنا فيه البلانيتس ممكن النباتات و ممكن الانيمال برودكت و ممكن حاجات اخرى يبقى عندنا ده امثلة بس للاريتانت يبقى عندنا الامثلة بتاعت الاريتانت اللي ممكن تعمل لنا ارتانتو كونتك درماطايتس عندنا ممكن الوطر ممكن الاسكن كلينرس و ممكن اللي هو الاسيدز و ده اهم حاجة الاسيدز و الالكاليز تمام ده اهم حاجة فيهم و عندنا فيه الويلز و الورجانيك سولفانت و عندنا العوامل المؤكسدة و العوامل المختزلة ممكن بعض النباتات عندنا فيه ممكن الانيمال برودكت و اي حاجة اخرى عندنا فيه مالحوظة كده في حاجة اسمها الاريس درماطايتس و الاريس درماطايتس ده ممكن تجي امثلة يقولك يعني ايه سببه سببه يبقى طيب فور هايبر ستيف ترياكشن و من تألي من التعرض؟ من التأعرض للالZeذا hormone في ناء الاستخدام تعرفه هذه المعلومتين فيه فاللعائمه الرئيس درماطايتس يبكر الرئيس درماطايتس اللي بيقع لهجه طيب فور هايبر ستيفت تليفط الواcus و ايهل تعني من التعرض لمن系 contributions يكون رئيس درماطايتس عندنا ايه علي علاج التأليمه قرارات و التشرير ايه السبب؟ يعني مثلا سببه بطاس سببه مثلا وطر سبب وكده لازم تشيل تعمل رموف يعني تعرف السبب وتعمله ايه رموف يبقى لازم تتعرف على السبب وتعمله ايه رموف ده اول حاجة بعد كده تديله مويتشارز تديله مرتبات بعد كده تعمله باريار كريم بعد كده تديله اللي هو استرويدز توبيكال استرويدز او أورال انتهيستامينز عشان الهرش اللي بيحصل احنا عندنا كده الكالبيتشارز بتاعه احنا ما قلنهاش هنا لان كده كده مسببته فوق تمام كده كالبيتشارز انا قلت له فوق خالص في الاول اكيوت وصاب اكيوت وكرونيك تلك الاكيوت بس واللي هو فيسكوليشن تبدأ بعد كده فيسكوليشن دي يحصلها اوزنج في الصاب اكيوت وتتحول لسكيلينج وبعد كده في الكورونيك يحصل حاجة اسمها اللي كينيفيكيشن والزروزيس والهو الهايبر كيراتوزيس والفشيرين تمام فديه سابتة طمعا عشان كده مولتاش هنا تمام فاحنا هنا عندنا بنديره انتهيستامين ليه عشان ايه عشان اللي حصلت في الاكيوت ستيج تمام يبقى على السريع كده ايه هي الاريتنت اللي ممكن تيجي امثلة لها قال لك زي الووتر زي السكن كلينر زي الاندستيريال كلينج ايجنت واشهر حاجة فيها هي الاسيتز والالكريد ممكن ييجي اللي هو العون المختزلة والعون المؤكس ده عندنا فيه اللي هو الاريتس تمام وفيه الانيمال بروضاكت وفيه حاجة اخرى عندنا فيه حاجة اسمها الراس درماتيتس واننا نعرف فيها ايه انه هو طايف فور هيبر ستيف تريكشن وبيجي عن طريق البلانيت تمام عندنا ايه علاج بقى اللي هو اول حاجة تتعرف على السبب وتعمله ريموف ريموف اكس واشر تمام تبعده بيد عنه بعد كده هتدي له مرتبات وفيه عندنا فيه البرير كريمز زي ممكن تدي له اموليان تمام عشان نتعمل له ايه البرير كريمز عندنا فيه اللي هو توبيكال استيرويد تمام وفيه الاورال انتي ستمين عشان ايه عشان البروريتس ده اللي هو الكنتكت درماتيتس مثال اللي بقى للكنتكت درماتيتس زي اللي هو ايه الدايبر يبقى الدايبر درماتيتس ده اللي هي الحفضات حفضات الاطفال يبقى عندنا ده مسال ده مسال يعني ده مش حاجة تانية خاصة يعني ده مسال للإيريتانت درماتيتس سببه اللي هو يعني التعرض لليورين والفيسز يعني حفضات الاطفال مثلا بقى الام بتغيرهاش كتير فاللي هو اتراكم فيها بقى اللي هو اليورين والفيسز ودول اكتر حاجة بيعملوا ايه يعني يبقى فيهم مواد كده بتعمل درماتيتس تمام عندنا قالك بيجي اكتر في الدايبر درماتيتس تعريفه قالك هو اصلا ارتانت درماتيتس اللي احنا عمين نتكلم عنه فوق من ساعة بيجي من التعرض لي اللي هو اليورين والفيسز عن طريق الناس اللي بتلبس حفضات مين اللي بتلبس حفضات اللي هو الاتفال وفي بعض الكبار بيلبسوا ايه اللي ايه الحفضات برضو بيجي البردس بوزنج فاكتور بقى اللي ايه اللي خليك يجي لك درماتيتس قالك لسا ايلك فوق ان هو انفريكوانت تشينج اوف درماتيتس الامة بتغيرش الحفضات بكتير تمام يعني ممكن انت عضع حفضة دي مثلا يومين تلاتة لأ ده ممكن يعمل له درماتيتس عندك زيادة الويتنس في الضايبر ايريا منطقة الحفضات دي المنطقة دي بيبقى فيها زيادة في الويتنس لأ المنطقة دي لازم تتنشف كويه تمام يبقى عندنا فيه كمان افطر تشينج في ايه اللي هو الضايات ريهابت العادات اللي هي الغزائية بتاعتك بدأت تتغير يبقى عندنا فيه تلات اسباب ممكن يعمل لك الضايبر درماتيتس ده اول حاجة الام اللي ما بتغيرش اللي هو الطفل الضايبر يعني كتير بتععدوا عليه فترة طويلة ويه زيادة الويتنس في منطقة الضايبر ايريا ديت تمام ويه عندنا كمان افطر تشينج اوف ضايات ريهابت طب ايه السكاندري انفكشن ممكن بقى لو سبته فترة طويلة يحصل له سكاندري انفكشن اللي هو كاندي ده يعني ممكن يحصل له انفكشن بالكاندي ده او بالستاف ارياس او بالاشيريشيا كولاي او بالايه بي اللي هو البروتيوس يبقى عندنا فيه السكاندري انفكشن زي الكانديدا والستاف ارياس والشيريشيا كولاي والبروتيوس على الفكرة الضايبر درماتيتس مش مهم يعني المهمة بس تعرف التعريف وتعرف البروز بوزنك فاكتور بس مش اكتر عندنا بقى كلينيكال بيكتشر زي ما قلنا فوق في الميلد بحصل ايريسيمة في المودريت هيحصل له ايه اللي هو فيسيكوليشن واللي هو ايروجن بعد كده حصل لها ايروجن واللي هو ببيول وفي الاخر ممكن يحصل الصر ده عندنا بقى عشان نمنعها هتعمل ايه قال لك يا سيدة غير للولد ده الديبر ده فترات يعني كتير يعني مش مش ماتسبوهش للفترة طويلة اللي هو فريكوانت تشينجين اوف دايبر تمام اول حاجة دي اللي هو تلبسوا دايبرز يكون سوبر ايه سوبر ابزوربابل او كوتون تمام اه وبعد كده في اللي هو يعني تعمل تهوية المنطقة الايه النبكين ايريا النبكين ايريا دي برضو اللي هي منطقة الحفاظات تمام اللي هي تعمل لها تهوية يبقى عندنا في عشان تعمل لها بريفينشن اول حاجة الضيبر اللي انت بتلبسه له ده هو تيبقى السوبر ابزوربابل يبقى عندنا يمتص حلو واللي هو مكن يكون من قطن تمام عندنا تغير له تغير للطفل ده الضيبر يعني اكتر من مرة في اليوم تمام عندنا بعد كده في اللي هو تعمل تهوية المنطقة الايه اللي هو الضيبر دي اللي اسمع النبكين ايريا عندنا عشان نعالج التفل ده شايفين ده من ده اللي هو الضيبر درماتيتس تمام ده كده الضيبر درماتيتس حتى نعالج هذا الطفل سوف ننصح الأول لأم ننصح الأم بأن هناك شيء اسمها دايبر درماتيتس يجب أن تغيره للطفل الحفاظات أكثر من مرة في اليوم لكي لا يحصل لألثر ويحصل لأريسيمة ويبدأ يخش في مشاكل يبقى أول شيء ننصح ثم ننصح الأمر ثم ننصح الأمر ثم ننصح الأمر يبقى لدينا دايبر درماتيتس موضوع سهل وليس مهم أول شيء طرف للتعريف أنه إيريتانت هذا مثال من الإيريتانت درماتيتس يأتي نتيجة التعرض له اليوم والفيسيز ويأتي أكثر في الاتشيلدرين ويأتي في الادلت اللي بيلبسه دايبرز عندنا قلنا البروتسبوزنج فاكتورو دي مهمة أنه يأتي أكثر للناس اللي هي ما يضغيرش اللي هو الديبرز كتير أو في اللي هي عندها ويتنس دايبر ايريا واللي هو الافتر تشينج للديترهابت عندنا بعد كده ممكن يحصل ساكانديلا انفكشن لو فضل لفترة طويلة اللي هو يحصل له انفكشن بالكانديلا يحصل له انفكشن بالستاف ارياس أو بالإشيريشا كولاي أو بالبروتياس وعندنا ممكن الكلانيكال بيكشرز تظهر عليه في المايلد ايريسيما اما في الموديلت والسيفير يحصل له فيزيكوليشن يحصل له ايروجين واللي هو البابيول وفي الاخر ممكن ينتهي بايه بألصر عندنا عشان نمنعه قال لك ايه يمنع السبب طب هنمنع السبب اللي هو ايه السبب اللي هو نلبسه اللي هو الضايبر يكون او من القطن تمام ويه فريكوان تشينجينج اللي مين للضايبر ونعمله تهوية لمنطقة النبكن ايريا عندنا بعد كده عشان عشان نعالجه قال لك لازم تنصح الام الاول عن اللي هو خطورة اللي هو الضايبر درماطيتس وعندنا بعد كده يعني ايه تنصحها وتقول لها ايه المعلومات بتاعت دي تمام عندنا بعد كده ممكن تدي له كويتوبكالسترويدز او انتيفانجل عشان احنا قلنا هنا بيحصل له كانديدال انفيكشن وخلافه يبقى هدتنا هنا ايه عشان نمنع السكندالي انفيكشن وممكن لو حصل كومبيليكيشن اه تبدأ ان انت اه تعالجها وده هيوت صور لي اللي هو اه للضايبر درماطيتس وبكده نكون خلصنا محاضرة الاكزيما وبالتوفير اه